حبائي أخد مكالمة من الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال اتماعان على الهواء سلام ونعمة يا حضر الأسيس نزار الرب يبركك بجد على كل الأدلة والبراهين اللي حضرتك اتهلنا من كلمة الله الحية لإثبات أن يسوع كان بالفعل قادرا على الخالق وأنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا بس نفسي كل مشاهد مخلص يفكر بجدية وبخلاص فيها كان عندنا زمان لما بندرس في مادة الرياضة في المدرسة بنقول في قاعدة اسمها بما أن إذن فلو قلنا أن المعطيات اللي عندنا بما أن الخالق هو الله ده معطى رقم واحد وبما أن يسوع استطاع أن يخلق ده معطى رقم اتنين يبقى الاستنتاج من واحد واثنين نقدر نقول أن يسوع هو الله سدقني يا حضرة الأسيس نظار لو الواحد فكر ببساطة وبدون تعصب وبعيد عن كل معلومات ومسلمات استلمناها أو معتقدات لأن عليها نقدر نعترف بكل سهولة أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد وأنا بس عايزة حضرتك تعلق يعني أنا على حاجة حضرتك قلتها أن يسوع وسيط الله في الخليقة كلمة وسيط الله في الخليقة دي أخواتنا المسلمين بيقولوا آه احنا بنعترف أن عيسى خلق أو بلغة حضرتك هو وسيط الله في الخليقة بس بإذن من الله حضرتك قلت ما هم أداش الإذن ده لحد تاني ما هم بيقولوا برضو ما لحد تاني احنا مش بنقول عليها والله فإيه رد حضرتك والربي برد يعني هو الآية بتشرح الآية شكراً كتير أخت نهال أنه لأنه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم الكل به وله قد خلقه فإذن واضح الآية بتشرح ذاتها أنه كل الغرض من الخليقة الغرض هو ليسوع المسيح حامل كل الأشياء بكلمة قدرته هو كلمة الله خلق العالم بالكلمة أو كما يقول بسفر الأمثال تمانية كنت عنده صانعاً أحبائي الله خلق السماوات والأرض من عدم وهي اللي خلقها كانت مليئة بالماء من فوق ومن تحت خلق الشمس خلق القمر خلق النجوم من عدم ولكن لاحظ كائنات الأرض قال لتنبت الأرض عشباً سواء من العدم أو مادة بيصنع مادة أخرى مين اللي بيقدر يخلق هو الله وحده له كل المجد فالمسيح عندما يستخدم مادة لخلق مادة هذا يعتبر خلق مثل قصة الأعمى أو العازر اللي ماتوا أنتاً هو القادر على كل شيء ولكن اللي بيرفض مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شررة الأمر بيحتاج إلى فتح عيون فتح ذهن معجزة خلق يعني خلق جديد إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد واحد من أعظم الخلائق هي الخلائق الجديدة بواسطة عمل يسوع المسيح ولكيف واحد يكون ميت صار عنده حياة واحد عايش في الظلم صار عنده نور واحد صار يعيش في البر والقداسة بعد ما كان سمعته مشوهة جدا فإذن هو القادر على كل شيء كل شيء أحبائي هو من قدرة يسوع المسيح